اشتركوا في القناة بس النهاردة هنخلي الزتون تفاحي و الزتون عزيزي وكمان هنخلي الزتون ولمون بعصفر في نفس البطرمون وزتون ولمون مقفول كل ده هنعمله مع بعض دلوقتي بس متنسوش تعملولي لايك للفيديو ولو اول مرة تنوروني انا اسمي هادير ودي قناتي اسمها عايشي حياتك احلى متنسوش تعملولي اشتراك في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة يلا بينا نسمي الله ونصلى على رسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ مع بعض اول حاجة انا هنا عندي ده الزتون التفاحي فيه ناس بتحب تنقعه فيه ناس ما بتحبش تنقعه انا شخصيا بحب نقعه يومين بس وغير له المياه كده احتيازي انا عارفة ان التفاحي ما بيبقاش فيه مرارة بس انا بحب اعمل فيه الخطوة دي طبعا بشقه شقة واحدة بس من الجنب كده زي ما انتوا شايفين طيب هنا اناعمل بقى المقدار بتاعي التخليل انا عندي هنا دولي 2 كيلو زتون هعمل لهم بالزبط 15 لمونة كبيرة حلوين كده لو الزتون اللمون بتاعك مش كبير ومش حاسة ان فيه مياه كتير هتضعفي كمية اللمون طبعا انا بحب احط اللمون بطريقة مناسبة بحبش ازوده او عشان ما يطلعش الزتون بتاعي زعق معي وبحط لهم كباية مليانة من الملح زي ما انتوا شايفين كده كباية كبيرة مليانة من الملح لل 2 كيلو من الزتون تمام هنا بقى هنهامله بطريقة سهلة جدا وسريعة شوية دي طبعا مياه كانت مغلية وبرطها تبريد تام من مبارح غالياها وسايبها تبرط خالص خالص وقطعت اللمون بالنص كده وحطيته كله في الكبه حطيته في الكبه وبس مش في الخلاط يعني مش هصوره عصر كامل انا هعمله تقطيع كده 3 تربع تقطيع او 3 تربع عصر زي ما بيقوله واحط معي فلفل احمر حلاق وهضربه زي ما انتوا شايفين كده طبعا انا بعمل لخلط وضيه للناس اللي ما يحبوش هصوره لمون كتير لان طبعا عصر اللمون بيبقى تشيديت شوية او بيضايق ناس كتير انا بقى عندي اللمون اللي هعمله مع الزتون اديته غلويتين وبس وبدأت اصفيه من المية بتاعته المغلية دي اول ما اتغلى هصفيه من المية بتاعته واحط له مية بردة وغير له المية كام مرة لحد ما يبقى ما فهوش سخونية خالص لاني انا مش عايزاه يستوي انا عايزاه يدو بيبقى مغلي غلويتين كده واغير له المية بتاعته وانقعه في مية عشان يزيل كل المرارة اللي فيه تمام؟ هنا بقى هنبدأ نحط الخلطة بتاعتي على الزتون البرتمان ده انا هعمله زتون بس للناس اللي عايزة تعمل زتون لوحده اهو زتون وفلفل بس طبعا الفلفل بيدي طعم تحفل زتون ما يفعش خالص ان انا استغنى عنه طبعا كان المفروض ان انا اجيب كرافس بس للأسف انا ملقيتش كرافس خالص خالص عندي في المكان وكنت جبت الزتون فقعدت يومين ادور على كرافس ملقيتش فاضطريت ان انا اعمله من غير كرافس تمام؟ هنا بقى بحط شوية هون من الخلطة زي ما انتم شايفين كده وعليهم فلفل طبعا اللمون محتحت مش مطحون طحن كامل اللمون لما بيبقى كده بيدي طعم تحفة للزتون وبينازل كل ميته طبعا وكل فويده وحفي حاجة تاني مش بيمرر الزتون زي ما ناس كتير قالوا انه بيمرروا انا السنة اللي فاتت عاملها بالزتون باللمون برضو معصور بس ما عصرتش كل الكمية بس كنت عاملها في الخلاط يعني الكمية اللي عصرتها كانت مفرومة فارم كامل انا المراتي حبيت امسك العصاية من النص وافرومه تلات تربع فارم واعمل كل اللمون بنفس الطريقة شايفين اللمون فيه اشر كبيرة اهو ازاي وبنزله برضو على الزتون تمام كده احط بقى طبقة زتون على طبقة فلفل على طبقة خلطة باللمون اللي ما حتحت اللي انا عاملها كده لحد ما كمل البطرمان للاخر خالص وبعد كده بحط باقي كمية المية بتاعتي اللي الزتون بيحتاجها طبعا لو حط باقي المية سادة مش محتوط لها خلطة وانا حطى كل الخلطة في الاول ببدأ امسك البطرمان وارجه في الاول قبل ما ابدأ اقفله للاخر يعني انا كده هقوم مسك البطرمان قفله وارجه عشان كل الملوحة تبقى واحدة بتاعت الزتون يعني يبقى من فوق المية بتاعته فيها نفس درجة الملح اللي في الزتون اللي تحت ببدأ بقى اكبس البطرمان قوي زي ما انتو شايفين كده وبعد كده ابدأ اقفله بقى بقرون فلفل كده قفلة بيها البطرمان واخر حاجة خالص بقوم حتى طبعا اهو بصوا بكبسه ازاي بالفلفل خالص من فوق في الاخر خالص بعد ما بقفل البطرمان وقلبه كده كويس زي ما انتو شايفين بقوم حط عليه طبقة من الزيت وبجيب بقى كيس كيس تلاجة او شنطة عندك تقوم مطبقها تطبيقها كويسة وحطاها قفلة بيها البطرمان قبل ما نقفله بالغطى بتاعه طبعا لازم البطرمان بتاع الزتون يكون دي غطى محكم لازم يكون مخصول كويس ومش طايل اي مكروب ولا اي طراب من جوه لازم يكون مشتوف بمية مغلية لازم مية الزتون والافضل يعني انها هتكون مغلية ومتبردة وممكن تحطي مية من الحنفية لو المية قصرت معاك بدل ما تغلي مية في ساعتها لان برضو مقدار المية ساعات بيخيب معين تمام كده كده ده الزتون وبس الزتون لوحده تعالوا بقى للحاجات اللي بعد كده هنا بقى هنبدأ نعمل الزتون مع اللمون ابو اصفر هنا بقى ده برضو زتون تفاحي الزتون التفاحي هو اللمون بو اصفر انما الزتون العزيزي بياخد وقت شوية في السواء هوليكو هنعمله ازاي بس لازم بحط معي اللمون اللي هو عادي طبعا ده كيلو زتون انا هعمل معي لمون حطيته على بطرمانين عشان املى نص البطرمان بس زتون زي ما انتو شايفين كده وعليهم الخلطة الجميلة بتاعتنا اهو بعد كده هبدأ بقى انزل عليهم اجيب اللمون بتاعنا نشوف الخلطة بتاعت اللمون هتبقى ايه هنجيب شوية فلفل احمر كده مفرومين حلوين عليهم حبة اصفر كده حلوين وحبة من حبة البركة وبعد كده حط عليهم شوية من الملح دي الخلطة بقى اللي انا هحشي بيها اللمون اللي بأصفر تمام؟ هجيب بقى اللمون اللي هو ناشف جلده تقين شوية واقوم اه يعني اسماء كده من النص واقوم حطة فيه الخلطة دي واقفله وحطه واعمل كده على طول كل اللمونة بشقها اشققه بحط جواها الخلطة دي بالشكل اللي انتو شايفينه ده اهو لحد ما كمية اللمون بتاعتي كملة البطرمان على الاخر بصوا انا بعمل اللمون ده اللي هو الاخضر اللي هو بيبقى جلده ناشف شوية او تخين شوية ومفوش مية كتير فبالتالي لما بعمله كده بياخد سوا الزتون عادي جدا وما بيدوبش اللمون بأصفر بدي طعم حلو قوي للزتون لما بيبقوا الاتنين مع بعض في نفس البطرمان ولما طلعوا لازم اعملكوا فيديو شارتس عشان تشوفوا نتيجة التجربة دي ووريكم شكلها معامل ازاي هنا بقى قفلنا البطرمان وقفلناه بنفس الطريقة اللي قفلنا بها الزتون لوحده هنجي بقى للزتون العزيزي طبعا الزتون العزيزي نقعته ثلاثة ايام بمية وشوية ملح وافضل غير ميته كل شوية لحد ما حس ان مرارته نزلت منه خالص طبعا الزتون العزيزي بياخد معايا تسوية فبالتالي سبت اللمون بتاعه زي ما هو كده مقفول وحطيته عليه وحطيت عليه الفلفل وبرضه طحنت فلفل ولمون وملح بنفس الطريقة وحطتهم معاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو وبعد كده هقفل البطرمان برضه بالفلفل الاحمر زي ما عملت في الزتون لوحده اهو بعد ما قلبت طبعا الخلطة فيه كويس قوي هبدأ بقى حط الطبقة اهو من اللمون والزتون تاني وبعد كده انزل عليهم بطبقة الزيت واغطيهم بالكيس زي ما عملنا مع كل البطرمانات اللي خلناها دلوقتي بنفس التأفيلة هاو بصوا زنقت الزتون جوه كده ومع الفلفل وبعد كده حطيت طبقه من الزيت وقفلت الكيس زي ما عملت الزتون العزيزي ده طبعا الزتون العزيزي طيب الزتون العزيزي هيتاكل بعد قد ايه الزتون العزيزي مش هفتح عليه من قبل شهرين او شهر ونص كده بقى يبقى كمية المخللات بداعتنا جازت البطرمان ده عزيزي وده تفاحي سادع وده تفاحي بلمون بأصفر انا بحب اعمل الزتون في بطرمانات مش كبيرة قوي يعني كذا بطرمان صغير عشان اعمل كل جزء ايه بحبيت اعمل جزء بفلفل احمل وجزء من غير وكده يعني هنا بقى الزتون بتاع السنة اللي فاتت اللي عملته معاك وشايفين ماسك نفسه ازاي على فكرة هو برضو زتون تفاحي وطعمه لسه تحفى جميل جدا جدا وكنت فتح عليه بدري يعني انا بقى لي سنة تقريبا بناكل فيه جميل جدا جدا زي ما هو وده يكون خلص معايا فيديو زتون كل سنة وانتو طيبين ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم نستنى رأيكم في التعريقات وما تنسوش اعملولي لايك للفيديو ولو اول مرة تنوروني انا اسمي هدير ودي قناتي اسمها عيشي حياتك احلى ما تنسوش اعملولي الاشتراك في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد استنوني في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته